مرحبا بكم البنات في وصفات رشيدة العمري على اليوتيوب ما تنسو تجيل بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اليوم ان شاء الله غادي نعمل واحد الكيكة كتجي رائعة في الماداق وكتجي روعة آآ فيها السميدة والطحين كتجي روعة في الماداق كيما كتشوفو وكتجي فازقة وانتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ما تنسوش تدعم واللايك ومرحبا بكم على بركة اليوم دمعكم الطريقة والمقادير اه كنحتاجو خمسة ديال البيضات كنحتاجو الكس ديال السكار كنحتاجو الكس ديال عصير البرتقال الطبيعي وكنحتاجو الخميرة ديال الحلوة صديق الخميرة ونص depرم سميدة يعني دقيق الفرخة بالنسبة للدول العربية كنحتاجو الكس ديال الزيت وكوفل بشموض الحليب نضيف الخميرة الحلوى ونضيف ليها باكية و نصف الخميرة الحلوى ونخلطه مع بعض حتى نساجموا من بعد في الخلاط الكهربائي نضيف 5 البيضات قياس كبير ونصف الكيمية هنا عندي البيض وعندي كسد دي العاصر للبرتقال وعملت الزيت والسكر وكاتعملوا الحليب وإذا بغيتوا تضيفوا الفانيلا أو القشورة للحامض كي بقى لكم الاختيار أنتم مووا على حسب اللي بغيتوا سوف ينخلطوا هذه المكوينة كاملة حتى ينسجموا كاملين يعني في الخلاط الكهربائي من بعد كان ناخد هذا الخالط هذا وكان نضيفه على الطحين هذا الطحين مع السميدة والخميرات الحلوة كان نخلطهم مزيد من بعد كان نخلطهم مزيدا مع استعانة ببعض الدقيق كتضيفوا شوية بشوية وانتم ما كتشوفوا عنكم ميزانكم حتى يبدلكم الخالط راها يعني متماسق وكتكون الكيكا راها واجدة الطحين كي بقى على حسب الخالط من بعد كتاخدوا مول اللي كيدخل الفرن وكتدهنوه بالزبدة أو لا بالزيت وكترشوه بالطحين صافي من بعد غادي ناخد الكيكا ديالي وغا ندخلها الفرن نخليها حتى غادي يطيب وغادي يعني يطيب ملتحته من الفوق من بعد كتاخدوا العسل أو اللي بغيتو كتاخدوا العسل وكتضيفوا لي شوية ديال مزهر هذا هو اللي غادي يسقلنا الكيكا فاش غادي تخرج من بعد كتعملوا فوق النار وتخليوا حتى غادي يبدأ يغلى وفاش تخرج الكيكا وهي سخونة كتفرقوا عليها هاد الخالط هذا ديال مزهر مع العسل وانتم ما كيبقى لكم الاختيار عملوا اللي بغيتو يمكن لكم تعملوها المربى اي حاجة بغيتوها كيبقى لكم الاختيار وصف تخليوا الكيكا حتى غادي تبرد وتزينوها باش ما بغيتو هنا يزينناها بالكوكو مهرمش محمر ومهرمش وكتحصلوا عليها على تشكل هذا كتجي واحد الكيكا رائعة وفازقة وكتجي اسفنجية نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ما تنسوش تدعم واللايك ومرحبا بكم